وهذا ما تريد أن تعززه إيران من خلال هذه الجولة الدبلوماسية تريد أن تحصر الضربات في المواجهة تكون مباشرة مع أمريكا أو مع إسرائيل دون أن تسعن الطاقة لأن حصر أمريكا يعني التعديل الذي أشار إليه بايدن يتركز بشكل أساسي على تعزيز القطع البحرية وهذا مؤشر إيجابي بالنسبة لإيران بأن هذه الدول لن تنخرط وأيضا تصريحات المسؤولين القطريين وحتى السعوديين بأنهم لا يريدون التورط في هذه المواجهة كل هذه المؤشرات تدل على أن الدبلوماسية الإيرانية تؤتي نوعا ما أكلها ولكن أيضا أمريكا لازالت مصرة على أن تكون شريكا لإسرائيل في المواجهة المقبلة في إرسال طائرات F-35 لتصبح جزء من الطائرات المحمولة على ظهر إبراهام لينكلون يؤكد أن أمريكا قد يكون لها مشاركة فاعلة في الهجوم لذلك ستستخدم طائرات F-35 في مواجهة جانب الإيران أو التصدي للصواريخ الفرد الصوتية في كل الأحوال التصعيد قادم ولكن إيران تعمل والدول العربية تحاول هذه الدول بما فيها الدول العربية على احتواء هذا الصراع بحيث لا يتسع نطاقه اشتركوا في القناة